وفي العاصمة عمان رعى القائد طارق مسلم الأمين العام لهيئة كشافة ومرشدات مطرنية الروم الكاثوليك الأردن المخيم الصيفي الذي حمل عنوان كاثوليكون حول العالم وذلك في مخيم عمان الدائم التابع لأمانة عمان الكبرى وقد بلغ عدد المشاركين في المخيم المذكور 95 كشافا ومرشدة و25 قائدا بقيادة السيد سنة حداد وتضمن هذا المخيم الذي استمر ثلاثة أيام محاضرات دينية وألعاب ترفيهية لتنمية روح الفريق وتعريفهم بكيفية التعامل مع الطبيعة طبعا هذا المخيم السنوي 11 لمجموعة كشافة ومرشدات مطرنية الروم الكاثوليك أم السماق عملنا تحت عنوان حول العالم كاثوليك حول العالم مقام في مخيم عمان الدائم على طريق المطار تحت رعاية الأمين العام لهيئة مجموعات كشافة الكاثوليك في الأردن القائد طارق مسلم طبعا مجهزين للأفراد كثير فعليات مجهزين لهم كثير أكتيفتيز سواء روحية أو كشفية أو حتى مواضيع اجتماعية راح تغطيلهم إياها إيش يبينسبهم بهذه الحياة؟ عدد المشاركين بهذا المخيم 95 مرشدة وكشاف و25 قائد بقيادة قائد سنة حداد هذا المخيم مبني على كثير فعليات اللي هي منها تنمية روح الفريق وتنمية الثقة بالنفس للأطفال والمشاركين وأن يكون كشاف في المستقبل وأن يعيشوا حياة الخلاء والكشفية ويتعلموا كتير أشياء منها اشتركوا في القناة